اتنين وعشرين أسرة ظروفهم مأساوية جداً وهم اتنين وعشرين أسرة فيعني محتاجين نظرة هو الحقيقة أنا متعاطف معه يعني إلى أقصى درجات بس أنا مبين يعني حدثك بصراحة أنا مش عايز أقول الإعلان تعاطفك لوحده مش كفاية لا مش هينفع الإعلان لا لأنه إنت بابين ناريين هاي أولاً ضرب السنية دي ده تاريخ أسري أنا مرضي ناش نعمل عشان حضرك تحكيها لأنك فعلاً بتقدر هذا الدرب دي فإنت ممكن شفت البيبان وشفت الحاجات وشفت درب أسري درب أسري إحنا قلنا لهاية الأسار تعالي لهذا الدرب زي برضو قصر الإسلامية تعالي يعديه تاني ورميميه الاثنين وعشرين قصة دي الحقيقة لو أنا طلعتهم باتنين وعشرين شقة دي مش مشكلة عندنا ما لاش قزمة إسكان خالص لكن تاني يوم الصبح مش هلاقي الضرب ده هينتهي هينتهي يعني أنت عايز تقولي المعادلة أنا أنا صعبان عليها الدرب لو سحبت منه البشر مش هيبقى فيه درب السندة دي وصعبان عليها البشر يسيبهم كده طب قولي بقى الناس دي تعمل ايه؟ ما هو ببينت شقاي الروحك آه ما أنا بقولك أنا متعطفة ما يش لكن احنا يمكن ربنا بيقدرنا والأسر دي احنا مسجينا عندنا ونقدر نديها دعمه معين لكن لغاية أنا باعتقوا أنا يمكن قلت دول يكونوا عبارة عن حراسة لأن ده مجرد ما بيطلع والضرب ده كان كبير كان نص المدينة الخارجة كلها كانت بالمنظر ده النهاردة المتبك منه وحاجات بنحاول نخليه عشان الساعة ما يجي نقوله يمكن انت شفت البيت بتاع زمانه والحارة آه آه والباب الخشب مازال موجود والبتاع اللي بيخبطوا بيها مازال موجود آه فده أثر طب يا جماعة وزارة الثقافة مطلوب ان ده اسمه الوزير الفنان وزير الثقافة ده الوزير الفنان يعني احنا ما قدم نشغل النادي ومطلوب من الدكتور زيح هوس انه يسرع بترميم بإنقاذ هذي الأثار لأنك انت هتغامر في وقت ما وطلع الـ 22 آه هتوصل لمرحلة خلاص مش هتقدم يعني أنا عندي المشكلة دي موجودة في قصر الإسلامية بنتلهم 200 بيت ها لكن قلتولهم مش هسيبوا بيوتكم كل بيت من دول يتحول إلى مزار ويقعد يعمل شاي وحاجات صدق في أول حالة إخلاق والله بجد أنا أتحط في نفس الموقف أحط نفس مكان محافظة مش لقيلها مخرج يعني دايما إيه أنا بكتشف أن يا جماعة ده انقل بس أنا مش قادر أقول له حضرتك إنش أو أنت ما أقول لك بمشكلة تنقلي بلازم تدخل حد يحرص اللي بتاعدي يحرص وبعدين ما حدش يحرص زي الأهلها هو اللي بيبقى صعب عليه إنه يهد طب كدخول مالية يعني كان سمعنا الراجل بيقول بيعيش في الشهر 120 جنيه سبت المحافظة خلي الناس قاعدة لحد ما إن شاء الله الموضوع يتزبط عشان نحافظ على دي لإن إحنا كل مصر أكيد مش حبة إنه نفقد درب سري هذا الثراء ولكن يعني هل ممكن يكون في معاونات مالية شهرية إحنا بإنبعث لهم كل اللي ما يخطر على بقى وأي حد بيطلب يا عنا ما مدفعش حاجة من جبنة البلد فيها مش حد بيط حاجة من جيبة وأنا كمحافظ فعش حاجة من جيبي يوم ما تدي له 100 أو 200 أو 300 أو 400 أو 400 مش حاجة من جيبي ده من الدولة الموفرها في قلب أماكن مخصصة تدي وبعدين إحنا عندنا فتحنا جماعيات الخيرية الكبيرة جداً بتدخل وبتدي لكن ده ما برضو ما يغنيش يعني أنا ليه مبدأ أو ليه منهج بالفضل إن الحد الأدنى للمواطن إنه يجب إنه يعيش يبقى فيه عنده شقة فيها صحية بضرط مية بصرف صحي فيه عنده كهربا وكبات ما نضيفها أشربها ده الحد الأدنى للحياة بالضبط هو بقى الفرق بينه من حضرتك أنا أعملها بالسراميك أنت تعملها بالشاني لكن من حقه هنا تطلبه بقى إنه هو يعلم ابنه كويس وإيش كويس هنا هتقلي تكلفة الصحة صحة ولذلك احنا بنسع في هذا الكلام أنا احنا يمكن أقول لعددك توجهاتنا للاستثمارية اللي موجودة في الوقت الجديد أنا يمكن مدينة الدخلة ومدينة الخارجة وأخذ أقل استثمارات أكتر استثمارات مديها للفرفرة وبريس ومش برضو مش أنا اللي مديها بناء على لا ده بناء على دراسة قامت بيها جامعة أسيوت وقالت إن أفقر الأماكن بدينا نبني لهم مدارس أو نستكمل بنا المدارس عشان مكونش مكعفين نستكمل الكهرباء نستكمل الطرق علشان نقدر نكمل المجتمع ده اللي احنا عايزين لأنه برضو في بعض أفراد في المجتمع ليه ما يتحقق لهم هايزة الموضوع طبع طبع وده من حق فالمواطن ده من حق إن يعيش في شقة كويسة طبع نوفرها له علشان يقدر بعد كده تطالبه وبحقوقه طيب لحد ما أنا وجد له شقة معليش أنا هكون يعني عشماً في كرم حضراتك وبالذات لما أنت بروست جملة نفس كل مسؤول كده يفتكرها دايماً زي ما حضراتك أكدتها وقلتها منطقة القيانة أنا مش بديله من عندي دي البلد فيها الاتنين وعشرين دول لحد ما ربنا يكرمنا وننقله كلمة كده واضحة من سيادة المحافظة الاتنين وعشرين أسرة دول ليهم في رقابتي أول كل شهر هل ده كتير؟ لا ممكن نديهم عاني أشياء تطلع لهم كل شهر مئة جنيه مئة وخمسين جنيه ده وعد من حضرتك اه وعد وانا عندي جمال كتير تخش النهاردة تديروا الغسالة عشان نحافظهم دول الحراس اللي احنا عادينهم حراس على ضرب مهم جداً لحد ما يتوفر لهم ظروف أدمية يحسوا ان احنا احنا يا جماعة انتم مستنين مقابل عشاننا وعشانكم وعشان مصر وحد ما يحصل ده يبقى ليكم دخل يا سبيل دي هتبقى مهمة جداً جميل جداً لما يخرج بيقول لي ما تخليها مئتين مئتين خلاص بحاجة بحاجة بنجيبه والله ربنا يبرك وانا عندي يعني عندي رجال خيرين كسرين جداً احنا واي واحد بيطرق ببنا يعني بس لازم يكون صادق لان في بعض من الحالات وده مهم جداً اه ناس بتتدعي ونس بتتدعي وبعدين خبالها لدك الناس دي صادقة صادقة لان الناس دي لو ما كانتش صادقة كيتب على مكتبك الله عليك حلوة اوة الجملة دي الناس دي بص يا جماعة عشان أصلاً انا بتعامل مع واحدة قتين محافظة فمعليش ببروز حاجات ما بقاش قصدي يعني سامحني فيها هادي يا جماعة الناس اللي مصصادقة هو قصده انا استسمح لالعب في الجملة ثانية اللي هي الناس اللي مش مبدأ اللي صادقة مبدأ الناس اللي عندها كرامة وعزة نفس ما بتجيش تطلع على الأبواب دي من أداء مسؤول دي خلاصة تجربة مسؤول القصة ايه بيبقى عندي عزة وكرامة نفس اللي هم قال عليهم دينا تحسبهم أغنياءة من التعفف فالناس دي ما جتلناش والله ادحنا لو رحنا لها وأصرينا عليها عشان تتكلم زي ما بتعمل لكل ناس وبنسأل يا جماعة تحب نقول شكوتك ولا تظهر وبضغط زهر فدي نقطة مهمة تخلي المسؤول يعرف مين اللي بيحاول يلعب علي بالبيداء والحجر عشان ياخد حق مش من حقه ومين صاحب حق زي الناس زي والله بحيا حضرتك على الجملة لان دي مهمة جدا وميزان مهم جدا أنت برضو زي ما انت الناس في حقوق أمين ان الحكاية ما تروحش اللي مال لا يستحق طبعا ده مهم جدا عايز اقول لحضرتك اكبر معادلة صعبة في الوادي الجديد اللي هي واللي انت قلتلي جملة برضو رائع برا الهواء اللي هي البنى لانك انت باني للمستقبل ما عندكش حد تشيله اخطاء الماضي يعني دايما في كل لما يجي مثلا حد وبالبلدي برضو كده بساعة الصدر اللي حضرتك من ساعة ما بدأنا اللقاء بيجي مثلا مسؤول فانا عايز خلاص هو وصل لمرحلة في المربع اللي لازم يجاوب الإجابة فيقول لي اصل كان فيه احنا بنحاول نرمم حاجات بنيات خطأ ما عندكش حضرتك المربع ده ده انت اللي هتبني وهيجي بعد كده ان شاء الله ربنا يديك ويدينا العمر ناس تحاسبنا على اللي بنينا